هلأ وصلنا مشاهدينا لموضوع بهم كتير شرائح من الناس وخصوصي بعد ما كتر وسمعنا عن قانون الجريمة الإلكترونية اللي صدر مؤخرا وهلأ بلش العمل فيه يعني موضوع جريمة الإلكترونية كتير بهم جزء كبير من الناس وخصوصي الصبايا اللي كانوا يأكلوا هم محادثات الصور الشخصية بهم كتير من العالم أكيد يعني فاطمة اليوم شئنا أو أبينا نحن عم نعيش قسم كبير من حياتنا بالعالم الإفتراضي والمساحات الإفتراضية لهيك أكيد لازم يكون في مجموعة من النظم لهي الحالة لحتى الناس دائما تبقى عند حدة وما تتجاوزه لا تزعج الآخرين القانون رقم 20 لنظم الجريمة الإلكترونية حنحكي عنه بعد ما صار أو دخل بحيز التطبيق مع الأستاذة ريناتيب المحامية صارت معنا بسديو رامسكو بداية أهلا فيكي نورتي أهلا وسهلا صبا يسعد أوقاتكم وأوقات المشاهدين جميعا أهلا وسهلا فيكي أستاذة يعني بداية إذا بتحدثينا عن مضمون هذا القانون طبعا القانون 20 لعام 2020 مثل ما تفضلتي صبا وقلتي أنه دخل حيز التنفيذ هو قانون كتير كان ضروري يستحدث ويصدر طبعا نحن ما فينا ننكر أنه كان في عنا قانون نحن بنظم التعامل على الشبكة القانون 17 لعام 2012 بس صراحة خلال هالعشر سنين اللي من وقت ما صدر هذا القانون لليوم صار فيه كتير أشياء ما كانت موجودة أصلا فيه كتير أنواع من الجرائم نتيجة طبعا تطور التكنولوجي الهائل والسريع جدا اللي عم يخلي كل يوم عم تظهر زواهر عم نشوف زواهر مسيئة أو غير مشروعة ما كنا منعرفها قبل فالقانون الأديم عالج بعض الإشكاليات وعالج بعض الجرائم اللي كانت يعني حيز الموجود يعني ولكن القانون الجديد تطرق إلى جرائم تطرق إلى جرائم أكثر وانتشرت بسرعة وصارت مسيئة للناس والناس هي عم تشتكي يعني بالأخير القانون هو بيطلع من هم العالم فلما العالم بتبلش تقول أنه أنا عم سير معي هيك وما عم بعرف حلة المشكلة أنا عم متعرض لهالقصة على الانترنيت على الفيسبوك على الواتساب على أي وسيل المنساء التواصل اسمعنا ما عم بعرف حلة يعني أصاصا القانون ما نجايب على ذكرى فصار من الضروري أنه تضافر الجهود لحتى صدر هذا القانون يعني خاصة أستاذ اليوم في تريندات راحت لمكان هي فعلا عم بتشهر بناس تأذي بسمعتهم والمشاركة بالتعليق عليه عم تكون جماعية يعني من كل الأطياف ومن كل الأشخاص لوما كانوا على صلة مباشرة بالموضوع فأول شي يعني الترقل القانون موضوع القدح والذن تمييز بين الموظف الحكومي والمواطن يعني أي شخص وأيضا تمييز بين كونه على البابليك أو على العام كما نقول أو على ضمن المراسلات الخاصة تخبرينه هيك عنه أكتر كيف حسن تطبيق القانون بس أنا قبل ما أحكي بالنقطة اللي عم تحكي فيها صيبة لازم أقول شغلة أنه لما صدر هذا القانون كتير سمعنا أصوات من العالم اللي هي ما كانت كتير آرية القانون وعرفانتو قالت أنه هذا القانون حطولا حتى العالم ما بقى تحكي شيء ما بقى تنتقد لكم الأفواه بصراحة يعني خلينا نكون واضحين أنه هذا القانون يعني ما عد فينا نعمل شيء ما عد فينا ننتقد ظواهر يا جماعة لازم تفهموا القانون أول ونسلط الضوء على الفرق بين أنكم تنتقدوا ظاهرة بشكل بناء وبين القدح اللي هلأ سألتيني عنه اللي بيكون بالشخصي كمان اللي بيكون بالشخصي ظاهرة عامة على البلد غير انتقاد شخص محدد هذا هو الفرق لما بنحكي عن نقد وأنتوا أكتر حدا بتعرفوا أنه النقد موجود هو حرية أو حق موصان للناس هذا الشي موجود بقانونكم قانون الإعلام وموجود بالدستور لهو أبو القوانين نحن بنحكي عن نقد يعني أنا بحق اللي انتقد ظاهرة سيئة بحق اللي انتقد عمل مسؤول عمله عمله للمسؤول وليس شخصه وليس مس كرامته ولا مس عرضه ولا مس شرفه ولا عائلته فأنا وقت بانتقد ظاهرة هذا حق موصان سواء كان صحفي الشخص أو إنسان عاد بحق اللي يقول إنه في ظاهرة غلط هاي أول نقطة النقطة الثانية أنه نحن بقانون الإعلام قبل ما يصدر قانون جرام الإلكترونية في عنا مبادئ عام للنقد وهي أولا نقد العمل وليس الشخص ثانيا النقد بهدف تحقيق مصلحة عامة وما أنه يكون في ضغينة شخصية بيني وبين شخص من الناس ثالث شي وهي نقطة كتير مهمة التحري السليم عن المعلومة وهي شي مذكور بقانون الإعلام أنا ما بدي أجي أكتب معلومة حتى لو كانت خطأ مثلا بس تكون صحيحة عفوا حتى لو كانت سيئة ظاهرة سيئة بس تكون صحيحة معلي بس أنا لما بيكون أنا مصدري أنه أنا شفت منشور على الفيسبوك امتعاد من تله نسخ ولسق ويلا عممته على صفحتي وفلان الثاني كمان أخدوا نسخ لسق وعمموا على صفحته من وين المصدر السليم للمعلومة أعطيني مصدر السليم أخدت منه هاي المعلومة لازم يكون في عنا تحري سليم والمعلومة صحيحة اللي انكتبت صحيحة فهدول قوانين ومبادئ أساسية وقت بتكون محققة هدول ثلاث مبادئ أساسية بالنقد فأنا النقد هون ما إجا القانون ليكمل أفواه ولا إجا القانون حتى يمنعك من النقد السليم خاصة أنت صحفيين شغلتكم أن تنتظروا الظواهر الغلط دور المدعي العام وقتها بيصير في أي شكاية أو أي مشكلة ففورا رح يكون في مثل مبادرة سريعة وفقا للقانون حضرتك بتسمي لنا ياها بالمصطلح الصحيح قديش هاي الحالة حتكون صحية بالتطبيق التبادر فورا لأنه هو يعني يوجه القضية بمجرائها يعني استدعاء الشخص اللي كتب حتى أول شي لما بينقرأ لما بيصير فيه أمتى بيصير فيه تحريك للدعوة ولا فيه محكمة بتتدخل بالنصة ما يكون فيه شكوى الشخص اللي اشتكى قال أنه هذا المنشور مثلا فيه إساءة فالقاضي المسؤول خاصة بعد ما استحدثوا من فترة محاكم خاصة وقضاة خاصين بالجريمة المعلوماتية ما هنا نفسهم القضاة بيحاكموا الدعاوة الثانية فهنا مختصين فهنا أساسا فيه فنيين حتى غير القضاة مسؤولين عن هذا الموضوع فأنا لما بيتقدم لي شكوى كقاضي أو كشخص مختص بالجريمة المعلوماتية فبدي شوف أنه هذا المنشور عن جد هو عمل غير مشروع هذا المحتوى الرقمي اللي نحن بنسميه كمصطلح قانوني محتوى رقمي عن جد هو محتوى رقمي غير مشروع فيه إساءة هو متبع قواعد النقد البناء ولا هو قدح القدح اللي هو إساءة للشخص للشخص لكرامته لعبده لعائلته مثل ما إلنا التنمر اللي بيصير على مواقع التواصل الاجتماعي أي شخص مختص بيعرف أنه هذا الشخص فيا الشكوى بتترفض يا أنه بالفعل بتصير فيه دعوة لأنه بالفعل فيه إساءة فهو بيندرس حسب المحتوى الرقم اللي متأدمى الشكوى عليه تمام أستاذة هون يعني بدنا نبسط هيك شوي المعلومات يعني صارت هلا هيك فيه تساؤلات بين الشباب والصبايا أنه أنا مثلا معرفي عم ببعت له رسالة واتساب مثلا قلت له كلمة كبيرة أنا هي بتساءل عليها مثلا أو مثلا الصبايا تسجيلات صوتية الصور أنا ورفقتي تسورنا صورة هي نشرتها بدون إذن مني ممكن أن تروح تدعي يعني بهذه البساطة فبدنا نعرف كل هذه التساؤلات إجابات عننا تدعي بهذه البساطة لأنه هلأ ما قلت لك أنه فيه جرائم مستحدثة يعني هلأ بالقانون الجديد ما كانت أصلا سابقا يمكن كان أنه إذا نشرتي صور أو معلومات حتى لو كانت صحيحة ولكن هي خاصة بشخص أنت ما بحق لك تخترقي حرمة حياته الخاصة فرحتي نشرتي معلومات عن صباوية هذه المعلومات صحيحة بس أنت نشرتيها سابقا فأنه ما بيحق لك فأنت مجرم أكيد أمام القانون هلأ اليوم في عنا جريمة يسمى تسجيل غير المشروع وهون بدنا نكون كتير دقيقين بشرح هذا النوع من الجريمة تسجيل غير المشروع أنا قاعد بمكان عام عم نحكي حديث مسكة موبايلي سجلت الحديث اللي عم ينحكى مجرد أني سجلته لهذا الحديث نشرته ولما نشرته أنا وقعت بفعل جرمي ما بحق إلي سجيت لا بحق إلي لا في استثنى القانون في حالات أنا لازم سجل مثل ما بكون صحفي والله عندي مؤتمر صحفي وفي ناس وأنا شغلتي أساسا سجل هذا اللقاء في ضمن مهنتي شيء متفق عليه شيء متفق عليه في بعض المهن اللي هي لازم الواحد يسجل مثلا استعمال كاميرات ما بحق إلي أنا استعمل كاميرا صور فيه أنا قاعدة والله بدون ما حدا ينتبه لي صورت صبا وحتى لو ما نشرته أو نشرته أنا احتفظت فيه يوم من الأيام عرفت صبابي هذا الموضوع طلبت مني يحزف صورة وأنا ما حزفتها فأنا بقع بفعل غير مشروع لأنه ما من حقي أنا صور بساة زيهون في كتير أشخاص ممكن لتبادر لزهنون سؤال أنه هل هالقانون إليه مفعول رجعي أو لا هو من تاريخ صدوره هذا القانون لأ من تاريخ صدوره طبعا بس أنا لما بقدم شكوى أنه فلان معه صورتي لو كان هو مصورة من زمان كتير فهو الشخص ما عم يرضى يحزفها فهو بقع تحت سقف القانون الجديد لأنه هو لحظة اللي اشتكيت أنا كنت أنا تحت سقف القانون الجديد إذا كانت منشورة يعني أنت شرف بالقبل ينطلب منه حزفة ما حزفها فبيتحاكم حتى لو من قبل طالما الشكوى حديثي طالما الشكوى أنا طلبت منه يحزفه هو ببساطة بيقدر يحزفه فبما أنه ما حزفه فهون نحن في عنا أدلة بتتقدم للمحكمة أنه هذا تاريخ المنشور مثلا بالتاريخ الفلاني تاريخ سابق لأنا لعلمي وأنا وقت لدريد طلبت من هذا الشخص يحزف هذا المحتوى الرقمي سواء كان منشور سواء كان معلومات عني سواء كان صور هذا الشخص ما تجاوب معي فأنا رأسا بقدر أتوجه للإدعاء وبيتحاكم أكيد بالغرامة وبالحبس حسب كل جريمة بجريمتها هون أستاذة بتختلف العقوبة أو الغرامة بتختلف من عمل لعمل نحن عندنا بالقانون الجديد 21 جريمة كانوا سابقا تسع جرائم يمكن بقانون 2012 اليوم عندنا 21 جريمة كل جريمة بجريمتها هي إلى عقوبتها تتراوح بين حبس 6 شهر أحيانا سنة غرامة بجوز 300 ألف بجوز 200 ألف أحيانا توصل للمليون أو مليونين أحيانا تتشدد في حالات بتتشدد في العقوبة بتتميز مثل ما أنا قبل شوي بين الموظف الحكومي والشخص غير صاحب الصفة الرسمية كمان هيصيبة نقطة مهمة لازم أحكي فيها لأنه طلعت العالم قالت لأنه بس اللي بنال من هيبة الدولة أو اللي بمس حدا موظف حكومي مثل ما قلتي أنه هو مشددين العقوبة وأنه هذا القانون أكتر شي حكي عن هذا الموضوع لا يا جماعة القانون عبارة عن 21 جريمة جريمة واحدة منهم أو جريمتين حكيت عن المساس بهيبة الدولة وعن المساس بوضع المادي للدولة يعني وتجديد العقوبة مو بس عن الموظفين الحكومي مع العلم أنه يا جماعة يعني لازم الناس تعرف بشكل بسيط وبلغة بسيطة كتير أنه أنت لما بتنال من هيبة دولتك هي جريمة أكتر من كل الجرائم لأنه نال من هيبة الدولة هي نال من الشعب كله يعني لما حدا بمس الجهة العامة فهو مس الشعب كله فأنا طبيعي بدي شدد العقوبة ولكن تفصيل هالموضوع هل في نقاط وردت على أي المواقف يلي بتنفي المساس بهيبة أو الوضع المالي أو كيف بيستمتقي من المنشور أو البوست أو أي مكان أنه هات تم من خلاله المساس بهيبة الدولة ووضع المادي أو الاقتصاد يعني وقت يجوا بيحكوا عن أسعار الصرف وبيعدوا بيحكوا معلومات غير مزبوطة وبسيطة وهذا عم يمسوا بهيبة الدولة عم يمسوا بالمكان المالي للدولة وقت بينتحلوا هلأ في جريمة اسمها انتحال شخصية أحيانا هذه الشخصية بتكون شخصية اعتبارية يعني مثلا وزارة التربية هي جهة عامة وهي شخصية اعتبارية فبيجي حدا بيعمل صفحة هيك ببساطة بيعمل صفحة مزورة بيدعي أنه هو المسؤول هو الوزارة التربية هي هي الصفحة الرسمية لوزارته هي ما بتكون هيك وبيبلش ينشر معلومات هاي المعلومات بتمس شريحة كبيرة من الناس بتمس الطلاب بتمس الأساتذة بتمس المعلمين بتمس شريحة كبيرة من الناس فبيعود بيكتب معلومات غلا انت هون مو بس عم تسيئ لهيبة الدولة عم تسيئ لهيبة الدولة وعم تجر معه هيبة الشعب كامل تقريبا فهون أنا طبعا بدي شدد للعقوبة لأنه هو ما مس بشخص واحد أزالة اللي هو أزالة كتير شريحة كبيرة من الناس بشكل عم معظم الجرائم وقت بترتكب على موظف حكومي أكيد بدي تكون مشددة العقوبة خاصة هو لأنه جاء الذكر أنه موظف حكومي بمعرض ممارسته لمهنته فهون هو عم يمارس هو خلينا نقول ممثل للدولة فأنت عم تمسه وعم تمس هيبة الدولة أيا كان موقع ولازم أقول شغلة شو يعني عمت مس هيبة الدولة وشان العالم كمان تفهم صحيح يعني شو الفكرة أنه أنا مو إذا كذبت معلومة صحيحة يعني عم مس هيبة الدولة بدي تكون المعلومة كاذبة يعني أنا بكتب شي عن الدولة بس كاذبة فأنا طبعا بدي تشدد العقوبة وللمعلومات أنه مو بس المساس بموظف حكومي أو هيبة الدولة بتتشدد العقوبة كمان إذا قاصر بتتشدد العقوبة يعني ليش الناس أخذت جانب معين ما أخذت القانون كله يعني كمان قال لك هو إذا أنت تعرضت لقاصر بجريمة الكترونية فهي عقوبتك أشد من لما بتتعرض لشخص عادي هذا يعني ممكن توصل لعقوبة إذا تعرض شاب لصنعية لا ممكن توصل لحبس للسنة سنتين ممكن لأنه هي تفاصيل كتيرة 21 جريمة 21 عقوبة 21 غرامة بس يعني ممكن توصل لمليونين لمليون يعني كل جريمة بجريمتها هي مختلفة الغرامة ومختلفة بس أكيد في حبس يعني الأشخاص المتواجدين برى البلد وعم بمارسوا هاي الفعل شو ممكن يترتب عليهم هل في تعقب معلومات عنهم عم يندرس موضوع أنه يصير مثل الانتربول يعني كيف نحن عنا فكرة الانتربول هي بصراحة أنه أكيد هذا الشخص مجرم بالقانون السوري بس ممكن تقولي أنه هو ما بيطاله ما بيطاله القانون لا اليوم في جهود كتير كبيرة عم تنبذل لحتى جميع الأطراف المساهمين بجريمة الكترونية يلقطوا عن طريق الدخول يعني هلأ فيه طبعا جهات معنية فيه فنيين هن المختصين بإثبات حجية الدليل الرقمي يمكن فيه تعاون بيننا وبين غير دول يصير أنه مشان هذا المجرم يكون تحت العدالة طبعا إذا فات على البلد أول شي بيناعمل أنه هو بيتوقف ما بيكمل ففيه كتير جهود حثيسة ولكن هذا الموضوع انطرح كتير أنه نحن منلقط الفاعل لجوات البلد لجبرة البلد هو خارج القانون لحد معين بس كل يوم عن يوم عم يصير فيه تطور تقني وتكنولوجي عم نقدر نحن نوصل لهدول الأشخاص سازي كانوا حكينا بموضوع النقد وحكينا بموضوع الصحفيين اليوم الصحفي طبعا بشرعة بشرعة الأخلاق الخاصة بهذه المهنة لما نحكي معلومة لازم يكون مسؤول عنها وعنده الوثائق المتعلقة فيها اليوم أنا بحال أي قضية أو أي منشور من هالنوع القاضي هون بالنسبة للتعامل حكون تعمل مباشرة أيضا مع الصحفي هل في دور لوزارة الإعلام بالموضوع كونه أحيانا بعض الأمور المتعلقة بالمهنة ربما تتطلب وجود ابن المهنة يعني لحتى يشرح كيف تم استحصال هالوثائق أو ما إلى ذلك من الملابسات سيبا نحن عندنا لما بيكون في دعوة في قاضي أول شي بيكون في أدلة فهي الأدلة هي أدلة عامة يعني بيقدر الشخص يقدم الدليل اللي هو بيلاقيه أنه هذا الدليل بدافع عنه فإذا كان الصحفي تحت سقف وزارته يعني تحت جناح الوزارة عام يشتغل بشكل قانوني بشكل سليم بشكل مرخص وفيه أدلة بتقول فهو بيحقله يستعين بالوزارة ليقدم هاي الأدلة في شغلة كتير مهمة لازم أحكيها نحن عندنا بالقضاء الجزائي المسئولية الجزائية هي مسئولية شخصية يعني كل شخص مسئول عن فعلته يعني ما فيني أنا حاكم مثلا هلأ هي هي نقطة بين قوسين بما أنه حكيت فيها خليني أذكرها لما واحد يعمل محتوى رقمي غير مشروع ويجريم ينص علي القانون الجديد أني قدمت محتوى رقمي كتبت بوست عن حدا هذا المحتوى رقمي غير مشروع إجاني كتير تعليقات كيف يتحاسبوا هذول الأشخاص يتحاسبوا كل الأشخاص الذين شيرت هذا البوست لازم القانون الجديد فرق تماما بين اللايك تخيلي دقة القانون بين اللايك بين التعليق وبين الشير هلأ واحد كتب منشور سليم مية بالمية ما في إساءة لحده ما في مساس بهيبة الدولة ولا بهيبة شخص اعتباري ولا بهيبة أي شخص عادي حتى ولكن جدوا تعليقات مسيئة مسيئة للدولة مسيئة لشخص معين فكيف يتم العمل هذه معنات أنه مسؤولية جزائية مسؤولية شخصية يعني صاحب المنشور ما عمل شي غلط فإذا ما عمل عمل غير مشروع فهو بعيدا عن المحاسبة ولكن الشخص اللي علاق لا بيتحاسب طيب اللايك اللايك بالقانون الجديد غير محاسب عليه في ناس قالت يا جماعة طيب أنا كتبت حدا كتب منشور مسيئ بس إجاني لايك على هذا المنشور يعني كأنه هذا اللي عمل لايك عم يحرضني أو عم يأيدني لا هون بالقانون الجديد قالوا اللايك بكل الأحوال هو غير مجرب ليه لأنه إجينا فكرنا طيب خلق نعتبره محرض هذا الشخص اللي كتب اللي عمل لايك للمنشور نعتبره حرض على الجريمة بالقانون الجزائي المحرض هو الشخص اللي بيحاول يشحذ عزيمة الفاعل قبل ما يرتكب الجريمة أنا بدي ارتكب جريمة جريمة مو الكترونية جريمة عادية فبيجي حدا بيشحذ عزيمتي بيصير بيشجعني بيحربني بس هو ارتكب وخلص يعني هو كأنه ملاحظة ظليرة أنه في كتير من الأشخاص يعني باحترامنا للجميع بيكونوا عم يتصفحوا فبيحط لايك بحكبتوا للشخص بوست طويل ما بيقرأ فهون حيمكن ندخل بمتاحها كبيرة مشان هيك صيبة قالوا اللايك كله على بعضه ما نفعل مجرم بس التعليق مجرم حتى مثلا صاحب المنشور كتب منشور موسيق التعليق جيد ما بيتحاسب صاحب التعليق لو هو علق على منشور موسيق بس تعليقه ما في شي بجوز عم يصلح له بجوز عم يرمم الخطأ اللي يرتكبه الشير الشير تماما مثل الفاعل يعني أنا عملت منشور غلط يجي حدا عمل مشاركة بالعكس يمكن هو أخطر مني بجوز عدد المتابعين عنده على الصفحة أكبر من عدد المتابعين عندي فهو نشره بشكل أكبر بجد الموضوع فعلا هو بحر صاحب صاحب عم حاول دائما أنا النقط اللي بتي بسألوني كتير عنها أكيد وأكيد حيكون في عنا لقاءات قادمة نحكي أكتر بتفاصيل هذا القانون لأنه المجتمع الافتراضي صار جزء كبير من حياتنا ما فينا نهرب منه فشكرا كتير لأوجودك معنا شكرا لتواجدك معنا